إلى ذلك اجتمع معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط مع السيد عبد الرحمن دهلان وزير التخطيط الاقتصادي بماليزيا يأتي هذا الاجتماع الثنائي في إطار الزيارة الميمونة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى ماليزيا على رأس وفد كبير وتم خلال الاجتماع البحث في أمور التعاون المشترك خاصة في مجالات النفط والغاز والاستكشافات النفطية والتكرير والغاز المسال إضافة إلى التعاون الاقتصادي بشكل عام وأكد معالي وزير النفط أن هناك مجالات كبيرة للتعاون الاقتصادي والنفطي وذلك بين مملكة البحرين وماليزيا خاصة في ضوء التنامي الكبير للعلاقات بين البلدين وكان قد تم خلال زيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين ومن بينها مذكرة للتعاون النفطي بين الشركة القابضة للنفط والغاز بمملكة البحرين وشركة بيتروناس الماليزية ترجمة نانسي قنقر